مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لسيارة جوجير أول سيارة هجينة تحمل علامة صنعة في المغرب وهي بمثابة تعزيز لريادة المملكة المغربية في صناعة السيارات في العالم صحيح أن أغلب دول أفريقيا وعددا كبير من الدول العربية لا تمتلك حتى مصنعا للدراجات الهوائية فما بالك بصناعة السيارات إلا أن المملكة المغربية تعتبر استثناء في محيطها العربي والإفريقي وهي أهم دولة في صناعة السيارات في المنطقة ولقد خصصت حلقة حول صناعة السيارات في المغرب يمكنكم متابعتها وستجدون رابط الحلقة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو وللعلم المملكة المغربية لا تقارن نفسها بمحيطها لأنها تجاوزت الكل في المنطقة لذلك نجدها دخلت في منافسة رسمية مع أهم الدول الكبرى في العرب لتصنيع السيارات وليس أي صنف من السيارات بل السيارات الهجيب وبناء عليه ما هي خصائص هذه السيارة التي سيتم تصنيعها في المغرب وما هي تداعيات صناعة المغرب لهذا النوع من السيارات المعقدة تكنولوجيا وكيف سينعكس هذا المشروع على الاقتصاد المغربي وعلى تطور اليد العاملة في المغرب ونسب البطالة وارتفاق قيمة شعار صنع في المغرب كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الانترو أنا حمد القروي عرب شو أود أن ألفت انتباهكم أعزائي المتابعين إلى أن هذه النسبة هي نسبة المشاهدين غير المشتركين في القناة لهذه السنة فاشتركوا الآن لأن اشتراككم مهم للتقدمنا ويساهموا في تطوير عمل هذه القناة لأنك لما تقوم بالضغط على زر الاشتراك فأنك تقول لليوتيوب أن هذا المحتوى يعجبني فيقوم اليوتيوب بإظهاره لكل العالم وأود كذلك أن أذكركم أن كل حلقاتنا السابقة مترجمة للإنجليزية الفرنسية والإسبانية وعدة لغات أخر وبالتالي أرجو أن لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم الأجانب وتعرفهم بمحتوانا ونعود لموضوع الحلقة حيث كشفت مجموعة رونو عن ملامح السيارة الهاجينة الجديدة من الصنع المغربي وأطلقت عليها اسم جوجار وحسب تصريحات وزير الصناع المغربي رياض مزور فسيتم تصنيعها في مصانع الشركة بطنجة ابتداء من الربع الثاني من سنة 2024 يعني بعد سنة وحسب بلاغ الشركة فالمشروع الصناعي الجديد من المقرر أن تصل تقطه الإنتاجية السنوية حوالي 120 ألف سيارة سنويا وهذا الخط لوحده لو كان موجودا في أي دولة عربية أو أفريقية أخرى سوف يضعها مباشرة في المرتبة الثانية قرية في صناعة السيارات هذا فقط حتى تعلم حجم الهوى الصناعية بين المغرب وبقي الدول المنطقة وليس هذا فحسب بل لأول مرة بالمغرب يتم تصنيع نموذج هجين مما سيساهم في تقوية المنظومة الصناعية للسيارات وخلق قيمة مضافة أكثر للبلاد يعني المغاربة يتقدمون في الصناعة وفي التصميمات الهندسية الصناعية كذلك كما سيتم وفق المصدر ذاته مرافقة عملية تصنيع السيارة داسيا جوغير في المغرب بمشروع مكيف للاستعمال الآلي مدعوم بحوالي 30 رباطا في قسمي التلحيم والتجميع وكذلك ببرنامج تكوين مكيفة لاستجابة لمتطلبات التكنولوجية الخاصة للسيارة وهذا يعتبر بمثابة نقل تكنولوجي مهم للمملكة المغربية على طبق المنذهب فهناك عدد دول تدفع مليارات الدولارات من أجل توطين هذه الصناعات التكنولوجية وللأسف تفشل في هذا ولكن دائما المغرب استثناء فكما يقول الأخوة المغاربة إذا كنت في المغرب فلا تستغرب وأنا متيقن من وجود عدة تعليقات سيتم كتابتها على النحو التالي مثلا أن السيارة ليست مغربية وأن مجمع السيارات رونو هو المستفيد والمغرب لا يستفيد أي شيء وما إلى ذلك أود أن أجيب أن المغرب يحقق مداخيل عبر الضرائب التي يفرضها على مصانع الموجودة في المغرب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ثانيا هذه المصانع تساهم في تقليص البطالة في المغرب عبر تشغيل أبناء المغرب أنفسهم ثالثا يتم تكوين جيل كامل من العلماء والمهندسين الذين يشتغلون في هذه المصانع وهذه أول خطوة نحو بناء سيارة مغربية 100% ويوجد الآن عدة ماركات مغربية سوف أخصص لها حلقة خاصة رابعا وأهم شيء نشر علامة صنعة في المغرب في كل العالم في حين لا نسمع عن دول أخرى إلا أنها مستورد للبضاع الرخيصة الأوروبية أو الصينية خامسا تنشيط الاقتصاد المغربي عبر خلق شركات مغربية لتلبية حاجيات المصانع في قطاع الغيار والمساهمة في تنمية عوائد الموانئ التي يتم من خلالها تصدير السيارات التي تحمل علامة صنعة في المغرب إلى كل أنحاء العالم وهذا النموذج اتبعته تركيا طيلة العقدين الفارتين وفي هذه السنة تمكنت من تصنيع سيارتها الكهربائية الأولى توقيكي ولكن للأسف هناك أناس لا تعرف ما معنى أن يتم تصنيع سيارة في بلدك ويتم تصديرها عبر موانئك لأن أصحاب هذه التعليقات بلدانهم أصلا لا تحتوي على موانئ يمكنها من خلالها أن يتم تصدير الصناعات الضخمة مثل السيارات ولا يملكون أصلا كوادر يمكنها إدارة هذا النوع من المصانع الأملاقة ولا حتى بنية تحتية أهلهم ليكونوا ضمن الدول التي تصنع السيارات بلغة أخرى أنتم غير موجودين على الخريطة الصناعية من أساسه فتخيلوا أن هذا المشروع سيسهم في تطوير مهارات عمال المصانع المغاربة حيث سيستفيد مئات العمال من الألاف الساعات من التكوين التقني في مجالات جديدة من قبيل التكنولوجيا الهجينة والإلكترونيات المرتبطة بهذه التكنولوجيا الجديدة وجاء الإعلان عن السيارة المغربية بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مصدور والمدير العام لداسيا دينيس لوفوت والمدير العام لمجموعة رونو المغرب محمد بشيري ويأتي هذا المشروع الجديد لعزيزة ثقة المجموعة في المنصة الصناعية المغربية ويؤكد اعتماد تقنيات الكهرباء المعلن علىها في يوليو 2021 بمناسبة تجديد اتفاقية تعزيز المنظومة الصناعية لمجموعة رونو بالمغرب بدوره قال رياض مصدور وزير الصناعة والتجارة المغرب بأن صنع السيارة الهجينة بالمغرب يعد استمرارا في تنزيل التوجيهات الملكية السامية من أجل جعل المغرب قطبا صناعيا دوليا وقطبا لصناعة السيارات بقرة الأفريقية وفي العالم وهذه التوجيهات الملكية المغربية لا نجدها أصلا في أغلب بلداننا العربية لذلك من المهم جدا أن تدعم السلطة السياسية المتمثلة في هرم السلطة مثل هذه التوجهات المصرية في أي دولة تريد اقتحام مجال صناعة السيارات كما أكد الوزير المغربي أن هذه السيارة والتي تعد أول سيارة بمحرك هجين تصنع بالمغرب انطلق بيعها في أوروبا في سنة 2022 ولقت أقبالا كبيرا مشيرا إلى أن جوجير ستصنع في المغرب بمحرك هجين ومحرك حراري عادي وفي المستقبل ستصنع بمحرك كهربائي وبمناسبة السيارات الكهربائية أدعوكم لمشاهدتي الحلقة التي خصصتها للعالم المغربي الدكتور رشيد اليازمي مطور البطاريات الكهربائية والذي صنف من بين أهم عشرة علماء مسلمين في هذا القرن نظرا لما قدمه من إسهامات علمية في مجاله خاصة وأن المغرب تستعد لاستغلال ثروات جبل تروبيك لتكون أهم مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم وتجدون الحلقة كذلك في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو كذلك تجدر الإشارة إلى أن صنع السيارة سيساهم في تحقيق قفزة نوعية للمنظومة الصناعية المغربية بحيث أنها أول سيارة هاجينة تصنع بالمغرب وكذلك هي أول سيارة بهذا الحجم التي تصنع بالبلاد ومن جهة أخرى صلت المدير العام لشركة داسيا الرومانية في المغرب الضوء على دور الهام الذي يطلع به المغرب في مجموعة رونو موضحا أن مصنع تنجا يمثل أحد دعائم المنظومة الصناعية لعلامة داسيا ومجموعة رونو بأسرها ولفت إلى أن تصنيع سيارة جوغير في مصنع تنجا من شأنه أن يعززه خبرة كافة العاملين ويرفع من مؤهلاتهم مؤكدا أن مصنع تنجا أثبت كفاءة صناعية عالية ويأتي هذا النموذج الجديد ليعززه ويثري التجربة الناجحة لعلامة داسيا في المغرب كما أكد مدير مجموعة رونو بالمغرب أن المغرب يعتبر منصة صناعية رئيسية بالنسبة لمجموعة رونو حيث يمثل إنتاجها 17% من مبيعات مجموعة رونو عبر العالم ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى ربع ما تنتجه مجموعة رونو في السنوات القديمة وسيتم تصنيع سيارة جوغير ولسيا من نسخة هايبرد 140 بمصنع تنجا على الخط الثاني في الموقع الصناعي والذي سيعتمد طريقة خاصة بالتكنولوجيا الهاجينة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف سيارة سنويا كما سبق ذكرها ويؤكد أطلاق إنتاج أول سيارة هاجينة في سلاسل الإنتاج بطنجا جاذبية المنصة الصناعية المغربية التي سيمد هذا المشروع بالسيارة الذي تقوده فرق من المهندسين المغاربة بميزة تنافسية قوية جدا وقد وصل مصنع تنجا الذي يعتمد أفضل المعايير الدولية ويعتبر رمزا للحياد الكربوني بدون نفايات صناعية سائلة تطوره وتعزيز مكانته كمصنع أربع نجوم بلغة الصناع ليضاف إلى آلياته الصناعية مزيد من التقنيات ويطور فعاليتها ويعد موقع تنجا أحد الدعام الاستراتيجي الصناعي لمجموعة رونو وعلامة داسيا حيث ينتج موقع تنجا بشكل خاص سيارة داسيا ساندرو السيارة التي تحتل المرتبة الأولى في صنف المبيعات للأفراد في أوروبا منذ سنة 2017 وهذا فخر لكل المغاربة ولكل العرب أن نجد دولة مثل المغرب هي التي تقوم بإنتاج كل هذه الأنواع من السيارات أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت أعجابكم اشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم كل مهوى جديد والجديد يأتيكم كل يوم خميس على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت جرينيتش أنا حمد القروي عرب شو